أقامت نقابة المهندسين اليمنيين بالعاصمة الموقتة عدن حفلا تكريميا بمناسبة اختتام برنامج الورشة التدريبية لبناء الغزرات الهندسية التي تم تنفيذها بدعم من وكالة تنمية المنشآة الصغيرة والأصغر وبرعاية وزارة الأشغال العامة والطرق وسلطة المحلية بمحافظة عدن وفي حفل التكريم الذي حضره وكيل وزارة الأشغال العامة وطرق المهندس حسين عوض ووكيل محافظة عدن محمد سعيد سالم ورئيس نقابة المهندسين اليمنيين المهندس عبد الرحمن البصري ونواب رئيس جامعة عدن ومدراء المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن ألقى أمين عام نقابة المهندسين اليمنيين المهندس بن عزون والمهندس كتبي عمر كتبي منسق برنامج الورش التدريبية كلمتين أشارتا إلى أهمية مخرجات برنامج التدريب في صغل وتطوير مهارات وخبرات وبناء قدرات المهندسين وبشكل يسهم في رفع قودة العمل الهندسي وفي ختام الاحتفال تم تكريم كافة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية الهندسية بالدروع والشهادات تقديرا لمساهمتهم في دعم أقامة الورشة والمهندسين المشاركين فيها